هاي زيكو عاملين ايه معاكو خلود والنهار ده هنتكلم على التحليل والشرح لمصرحية ادولز هاوس او مصرحية بيت الدمية لطبعا هنريك ابسن طيب بصوا شوفوا التحليل الاخر لانه مهم ولو ما شفتوش الملخص بتاع المصرحية وقفوا الفيديو ده وشوفوا الفيديو اللي فات على طول هحاول اسيب لكم اللينك برضو بطيقوا ده اللي فيه الملخص عشان تعرفوا الحدوث بتتكلم عن ايه وبعدين ارجعوا للفيديو ده عشان تفهموا اوكاي طيب اه قبل ما ابدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير وتكتبوا لي تحت تعليقاتكو ولو اول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى القناة تحت الفيديو هتلاقوا زرار مكتوب عليه سبسكرايب او اشتراك هندوس عليه جنب الجراز عايزة شكله يبقى اول او تفعيل للكل علشان يوصلكم نوتيفيكيشن كل منازل فيديو بديد وطبعوني على الانستجرام يا جماعة هسيبهولكو هنا وتحت في الديسكريبشن لان الانستجرام بيبقى اسهل فان انا الاقي الاسئلة بتاعتكو هنا طيب بصوا طبعا يا جماعة هنريك ابسن ابسن من اشهر الكتاب المصرحيين هو نرويجي وهو مشهور جدا 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 في الادب العالمي لان هو زي ما قلنا هو من مؤسسي المصرح الحديث المودرن ثياتر وكمان هو بنعتبره the father of realism زي ما قلنا ابو الوقعية هو اللي مؤسس المدرسة الوقعية في المصرح الحديث فهتلاقوا كل تقريبا مسرحياته realistic حاجات وقعية بتتكلم على الحياة الوقعية بتاعت الانسان له طبعا اعمال مشهورة كتير من اشهرها مصرحيات النهاردة وكمان wild duck ودي هنتكلم عليها في فيديو تاني مصرحيتنا بتعتبر زي ما قلنا realistic modern drama يعني دراما وقعية حديثة اللغة بتاعتها مكتوبة بالنرويجي تمام لان هو كتب نرويجي اتكتبت سنة 1879 اتكتبت متناشرة يعني 1879 يعني من زمان وكتبها في ايطاليا هو كان زاعتها عايش في ايطاليا اوكي انتون بتاعت المصرحية او النبرة اللي سائدة او الغلبة يعني عليها نبرة series جدة اوكي و intense حدة يعني فيها حدة شوي في المناقشات اوكي ال setting عندي بتاع المصرحية بالنسبة للزمن حوالي يعني في اواخر الف وتمنمية وسبعين يعني الف وتمنمية حاجة وسبعين بس في الاخر اوكي ده زمن الحدوط تقريبا الزمن اللي هو كان عايش اللي هو نشر اصلا فيه المصرحية او عرضها يعني والمكان بتاع setting بتاع المصرحية فالنرويج في بيت نورا وتورفالد وتحديدا في living room بتاعتهم في قوضة المعيشة بتاعتهم في غرفة المعيشة طبعا البطل عندي هي نورا نورا هلمر الصراع الاساسي اللي عندي في المصرحية الصراع الاساسي هو اللي يبدو انه هو الصراع ما بين نورا وكراكستاد على موضوع التزوير وانه هو بيهددها انه يكشف الجريمة اللي عملتها في الماضي لجزهة ويفضحها وكلام ده كله لو هي ما ساعدتوش ان انه الجزهة هيسيبه في الشغل من غير ما يرفده اوكي طيب وطبعا الحوار ده خد من نا ايه تقريبا هو اللي كان محرك احداث المصرحية كمان عندي في نورا عندها حتت كده ايه في المصرحية زي رحلة لاكتشاف الزيت يعني لانه هي في الاخر اكتشفت ان جوازتها دي كلها كانت مبنية على غلط وكلها مش صح وكلها مش هيدي اللي هتساعدها وهنشوف بالتفصيل بقى ازاي اكتشاف الزيت ده بس ده من الحاجات الواضحة عندي في المصرحية ان هي ازاي كانت بتحاول يعني طول المصرحية هي بتكتشف حاجات فبتكتشف ذاتها اوكي يبدو من فوق الويش ان الصراع بين نورا وكراكستاد ولكن الواقع بقى اللي من بين السطور زي ما تعودنا النقد بيشوف اللي تحت مش اللي فوق بس فان الصراع ما كانش مع كراكستاد هو الصراع الحقيقي اللي موجود او الاساسي اللي موجود كان ما بين نورا وما بين جوزها اوكي ان هو راجل اناني طبعا بصوا انا انا بحكي الملخص انتوا لو بتقروا المصرحية هتشوفوا طريقة كلامه معاها واعتراضه على طريقة على اكلها وعلى اللي هي بتجيبه اللي هي بتلبسه وكل تصرفاتها هتحيث ان هو اناني هو عايز شكله يبقى كويس وكل حاجة وخلاص بالذات في الاخر لما هي ضحت بنفسها عشان خطره في الاخر وهو حسنين هتفضحه فامش انتي وانا مليش دعو بيكي اوكي فهو طبعا انسان اناني اوكي وبيحاول ان هو يقمعها يعني في نوع من الابراشن شوية هنا ما بينز ان هو عشان جوزها فعايزها تمشي وراه وتعمل اللي هو عايزه بس ما تمشي اي حاجة هو مش راضي عنها مية في المية يعني حتى لو حاجة مش غلط اوكي بس مدام هو مش عجباه فخلاص وبالتالي صراعها مع جوزها بيعكس صراع المرأة مع المجتمع في الوقت ده لان جوزها بيمثل السوسايتي في الوقت ده المجتمع في الوقت ده في اوروبا زي ما دايما بقول كان مجتمع زكوري جدا كان فعلا بيبقى فيه يعني المرأة مش واخدة فعلا حقوق كفاية في الوقت ده كان فيه قمع فعلا من الاهل او من الزوج او من الشخصية الزكورية اللي موجودة في حياتها طبعا مش في كل الاوقات بس ده اللي كان غالب على المجتمع في الوقت ده فتورفالد بيمثل المجتمع ككل بس هو بدل ما ابس ان يجب لنا ان هي بتصارع المجتمع جاب لنا المجتمع في شكل شخصية واحدة رمز للمجتمع وهو شخصية جوزها اللي بيحاول يقمعها وبيحاقوا واناني وما يهموش مصلحاتها ولا سعادتها طيب الكلايماكس عندي او زروة الاحداث طبعا لما ارى الجواب الاولاني بتاع كراكستاد وعارف الجريمة اللي هي عملتها والتزوير وكده وازاي هو الدايق وازاي هو عادي هزقها واتخانق معها جيم دي الكلايماكس دي اللي اكدت لها ان هي ان جوزها اناني وان هي ما تفعش تكمل معي يمكن في خلال الاحداث كان في حاجات بتقول كده ولكن هي كان بتعديها لكن الموقف ده هو الزروة اللي فوقتها بقى خالص طيب قبل ما ادخل في الثيمز بقى والتفاصيل دي عايز اتكلم عن المصرحية ككل في الاول يعني نتكلم كده عنها التحليل كده سريع الاول للمصرحية ككل وبقى انا هتكلم عن الثيمز طيب مصرحيتنا يا جماعة بتناقش اللي هي طبعا ادولز هاوس ريت البيت الدمية بصوا هي بتناقش فكرة ان المجتمع كان في الوقت ده بيحط ريستريكشنز او نقدر نقول اكسبيكتيشنز كمان توقعات معينة للانسان وخاصة المرأة ان لازم ان الست تبقى حاجة معينة اوكي لازم تبقى رب تمنزل لازم يعني تعمل اكل حلوة تخلي البيت متوضب طول الوقت تاخد بالها من الولاد عارفين الا هو اجدادنا ده اوكي وكان اي واحدة وهي على فكرة تجوزت تورفالد 8 سنين دي انا قلت في الفيديو بفتح اكدلك وهي خمس ولا تمنزلين لا هي تمنزلين 8 years of marriage طيب المتوقع منها المجتمع عشان يشوفها امرأة كويسة لازم ان هي بالنسبة لها السعادة ان هي تخلي البيت كويس وجوزها سعيد والولاد سعاداء والكلام ده اوكي ولما كانت بيحصل اي حاجة تخليهم مش سعاداء قوي فده بيبقى ضدها والمجتمع بيشوفوا حاجة بعيبة حقها هي اوكي كان بالنسبة لها هي فضلت طول حياتها تحاول الاول ترضي باباها وبعد كده ترضي جوزها زي ما اتفقنا عايزاي بقى سعيد بأي طريقة لدرجة ان هي عرضت نفسها للخطر وضحت بنفسها انها كانت ممكن تتسجن اوكي او على الاتليست تتفضح يا انها عملت جريمة علشان تنقذ حياة جوزها او تنقذوا وتسفروا وكانت هي شايفة ان تضحيتها دي قمت ان هي هتخليهم سعاداء كان بالنسبة لها ولكن للأسف طبعا ان التضحية دي كانت تفيتها خدت منها الحرية ما بقاش عندها اي فريدم كانت طول الوقت نورة شايفة ان السعادة في الاول في الفلوس ان عشان هما كانوا فوق قراء فشايفة ان عشان يبقوا سعادة يبقى معهم فلوس زيادة ويبقوا عايش نقشة ماديا مرتاحة لما ده حتى بدأ يتحقق بدأت ان هي عملت حصل يعني جال مرضوعة تاني بتاعي التضحية اللي هي ضحتها فده اثبت لها ان هي ضحت بنفسها بس تكتفت الحريتها روحت ومش قادرة تحقق السعادة اللي هي بتدور عليها وان هي ما عندهاش القدرة اصلا ان هي تبقى سعيدة طول ما هي عايشة بس عشان ترضي المجتمع وترضي اللي حواليها فده هيخليها مش هتبقى سعيدة بالعكس هيبقى هو مصدر التعاسة بالنسبة لها في حياتها اوكي بدأت لي المصرحية بان نورة رجع البيت ليلة الكريسمس مع هدايا بقى وللناس ومبسوطة وعملة شوفينج زي اي حد يعني عنده مناسبة اتفاجئت بان جوزها بدل ما يقول لها كلمة كويسة طالع من المكتب عمال برضو يكلمها بطريقة مش حلوة واللي هو احنا محتاجين الفلوس وقلنا هنوفر وقلنا مش عارف ايه وبدأ ان هو يحبطها وياخد سعادتها يعني يبوز لها سعادتها باللهي الحاجة اللي عملت عشان تبقى مبسوطة اوكي كمان كان بيتحكم فيها في فكرة الاكل ويقول لها انتي بتاكل كتير مفوض نوفر في الاكل ما نجيبش ده ما نجيبش ده فكان فيه قمعة كده بطريقة غير مباشرة لحاجات كتير يمكن مش هتحسوها في الفيديو بتاع الملخص اوي في الاول لانه التفاصيل دي هي مش بينة يعني او عايزة اللي يقرأ بقى المصرحية او يشوفها لكن في الان جانرال باين انه عادي اتنين متجوزين في العادي ولكن لا كان فيه حاجات في النص هو بيعملها زي ان بيقولوك تعليقها على اكلها انتي بتاكل كتير انتي بتشتري حاجات كتير كلام من ده يباين ان هو انسان اناني برضو ومش تخسر فيها اي فرحة واي سعادة يعني نقدر نقول إن هي حتى لما كان بيجي لها لحظات سعادة زي الأطفال زي حتة إن هي راجعة بهداية وكده كان دايماً بيحبتها وبيموت الفرحة يعني اللي هي حستها بعد كده لما جات صاحبتها تقابلها تزورها وتكلموا مع بعض وكده فهي لمحت برضو لصاحبتها إنه هي خلاص ما بقتش الطفلة بتاعت زمام أوكي يعني وبعدين قلت لها بقى حتة إن هي استلفت فلوس عشان فده كتف حريتها ولما كتف حريتها ما بقتش عندها الفرحة بتاعت الأطفال اللي هي البروقة اللي بتخلي إنسان فرحة من غير ما يحمل همي دي يعني ما بقتش خلاص موجودة أوكي يعني الأحداث المسرحية بتبدأ طبعاً بحكاية السلف والفلوس اللي هي بعد كده تسبب لها في مشاكل إذا كان باباها فعلاً بيموت فهي إذا رحت مزورة قمدته وخلاص واستغلت إن محدش هيقب باله لإن باباها بعدها مات أعتقد أو حاجة كده بعد كده عد أحداث وجاء الكلايماكس أو زروة الأحداث بتاعتي لما زروة الأحداث لما جزها أرى الجواب وهي كانت مقتنعة بحب جزها ليها لحد الآخر هي كانت حاسة بطريقته في التعامل واستخساره لكل حاجة فيها والأنانية شوية في التعامل ولكن برضو كان عندها حتة لأها برضو بيحبني برضو هيسامحني برضو هيقدر التضحية اللي أنا عملته له فعشان كده هي ما منعتش نهير الجواب ولكن لما أراوة نرفز عليها وقعدي هنا بالكلام ده ده منو قال لها مش عايزك تربي ولادي وانتي كذابة وانا مش هاسق فيكي وحاجات من ده فده حاسسها قد إيه هو إنسان أناني زي ما قلتلكم في الفيديو اللي فات هي حتى كت متخيلة وممكن يقول لها لأ انتي عملت كل ده عشاني فانا مستعدة ضحة أنا بصمعتي عشان أنقص صمعتك انت لكن اتفاجئت بيبي يقول لها ان مفيش راجل بيضحي بصمعته عشان واحدة بيحبها بالضبط قال لها no man would sacrifice his honor for the one he loves يعني مفيش راجل هيضحي بشرفه وصمعته عشان خطر واحدة بيحبها فحاسس قد إيه هو إنسان أناني يعني أنا أصلا عملت الجريمة دي عشانا هنقص حياتك إنتا مش عشاني أنا أنا مقدش فروس ليا ورغم كده انت دوسي بتلومني وشايفني أن أنا واحدة مزنبة فطبعا الصدمت جامد وحاست إنه حتى حبه ليها ده مش الحب اللي هي بالنسبة لها حب ده 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 هوية بالنسبة له مجرد زي ما قال في الآخر ابسن زي دال أوكي عروسة يشكلها زي ما هو عايز يلبسها زي ما عروس ملهاش رأي ملهاش إيمة مشاعرها مش فرقة ملهاش مخ مجرد أنه هو حاجة هو بيلعب بيها بيفرح بيها بيخليها تسمع كلامه في كل حاجة ليس إلا لكن ملهاش كيان كإنسانة أوكي وده اللي خلها في الآخر تسيبه وتمشي أوكي نورة كانت نفسها تلاقي السعادة والحرية وكاد شايفة أن هم دول اللي حاكتين لهم إياً محتاجة فعلا تحققهم في الأول لما كانت شايفة مفهوم السعادة غلط أوكي والحرية غلطها كان في الآخر طبعا أدركت أن هي مش سعيدة وأن حياتها اللي فاتت كلها مع جوزة دي ما كانتش سعيدة وكانت فاكرة السعادة حاجة مش هيدي اللي هتسعيدها وطبعا تأيدت أكتر وما بقاش عندها فريدم وذر من طريقته في المعاملة والهود كل حاجة بيحسبها عليها وبيتحكم في كل حاجة وكمان موضوع القرد اللي كانت في حريتها وخلاها برضو إيه عرضة لأن أي حد عايز يبتزها نورة كانت فاكرة أن الكتبة اللي كتبتها على جوزها ممكن تهدد جوازها وتتسبب أن الجواز يتدمر لو جوزها عارف في الآخر اكتشفت أن الكتبة الحقيقية في حياتها هي جوازتها كلها فضلت طول الجوازة بتكتب على نفسها أنها سعيدة وأن جوزها بيحبها بتشفت أن دا كل دا هو دا اللاي هو دا الكتب وزي ما قلنا رغبتها أن هي تسيبه وتمشي دا نقدر نقول يومثل أول فرصة تجي لها أنها تحس بالحرية الحقيقية وأنها تبقى سيدة قرارها يعني هي قالت أنا اللي بختار هي اللي تختار هي اللي تقرر تبقى هي اللي قرارتها من دماغها ما فيش حد بيملي عليها تعمل اليوم ما تعملش إيه اللي عمله في الآخر خلى نظرتها للحياة كلها تتغير في آخر المسرحية وتفهم أن الجواز لازم يكون قائم على المساوية المساوية في إيه؟ المساوية يا جماعة هو هنا مقصود المساوية مش أن مثلا أن أنا أغير للبيبي يوم وجوز يوم ولا أنا أنظف الشقة يوم وهو يوم لأ هو مقصود بيع المساوية في الحقوق والواجبات المساوية في تحمل المسئولية المساوية أن القرار يبقى شركة أن الاتنين يتعاملون هما بني أدنين هو يعملها برضو يستشرها كده مش يعملها أن هي شيء ملوش لازم مجرد عروسة ملهاش مخ ولا مشاعر ولا حاجة وفي الآخر لقينا أنه فكرة إيهاء قالت بالضبط كده عشان الجواز ينجح محتاج يكون فيه عدل فيه فيه مساوية بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والمعاملة والنهاية بتاعت المسرحية زائحة كانت غمضة معرفناش هترجع له بعد كده ولادها ولا لأ ولكن أيا كان فضل برضو في الآخر حتة هل ينفع أن هي الجوازة تكمل وترجع له ويفضلوا متجوزين في مجتمع بيفضل جنس على الآخر يعني بيدي أفضلية جمدة للرجل على المرأة في المجتمع فانتهت المسرحية بتاعتنا على يعني نقدر نقول السؤال غير مباشر كده أوكي تعالوا نروح وعلى فكرة هو الكلام ده زي ما بقول وأنا بنقش أي رواية أو مسرحية في العصر ده بقول لكم يا جماعة فعلا في العصر ده ده كان كل يعني يعني كل تقريبا الأعمال الأدبية أجمعت على أن أوروبا في الوقت ده كان فعلا هو ده الواقع وكان فعلا فيه إلى حد ما قمع فعلا للمرأة صحيح أنا ساعات بقول أن التاريخ قابل ساعات لوجهة نظر المؤرخ ولكن لما أعمال كل الأعمال تقريبا تجمع على نفس الحاجة يبقى غالبا هو ده كان الصح فعني هو كان ده الوضع فعني طيب تعالوا نشوف الثيمز اللي عندي في المسرحية بتاعتي النهاردة وهنقول أن أول ثيم عندي The Sacrificial Role of Women الدور المضحي دور التضحية اللي بتقوم به النساء في المجتمع طيب تعالوا نتكلم أكتر على الثيم ده طبعا زي ما أنتم متعودين أنا تحت في الـ description هسيب لكم لينكات فيها الكلام ده كله بالتفصيل باللغة الإنجليزية علشان اللي حابب يقرؤه أو بيدرس المسرحية دي يلاقي الماتيريال أكتر اللي جنب طبعا حاجة المدرسة والجمع طيب تعالوا نشوف كده الثيم ده بيقول إيه طيب خلينا نقول أن في مسرحيتنا إبسن رسم لنا صورة للدور اللي بتقوم به المرأة من تضحيات كتير في المجتمع الأوروبي في الوقت ده أوكاي والكلام ده على صعيد المرأة بصفة عامة بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية يعني المرأة وذر بقى كتفقيرة أو غنية كلهم بيحصل فيهم نفس القمع ده والتضحيات دي هنلاقي أن في الآخر لما نورة قالت لجوزة أنا كنت فاكرك هتضحي عشاني بصمعتك أو يعني على أساس أنه تحميني لكن صحيح أنت مش عايز تضحي علشان واحدة ستة لكن فيه آلاف الستات بيضحوا كل يوم علشان خاطر أهلهم وكده واضطرت بعد كده أن هي تشتغل حتى في السر علشان ترد الكارد من غير ما هو يعرف لأنه هو ما كانش قابل فكرة أن واحدة ستة هي اللي أنقصت حياته ما هي لما قدت الفلوس وسفارته كده أنقصت حياته لو كانش سفر كان ممكن يموت فهو ما كانش هي كتعرفة عشان كده خبت عليه لأنها كانت عارفة أنه مش هيقبل فكرة أن هي أو أي ستة يبقى ليها حتة أن أنا أنقصت حياتك وعشان كده هي تطلق تشتغل في السر علشان تحوش فلوس وتسدد الكارد من غير ما هو يعرف كمان كان فيه في الوقت ده حتة أن ما ينفعش ستة تاخد كارد بدون إذن جزها يعني لو واحدة متجوزة ما ينفعش قصد تاخد كارد من غير ما جزها يمضي معها على الكارد أو قتليست بابوها أي حد يعني لازم يبقى فيه راجل يمضي معها على الكارد وبالذات طبعا جزها لو هي متجوزة وده اللي خليها تضطر تزور برضو قوانين المجتمع في الوقت ده طيب هنلاقي أن صاحبتها ميسيس ليند برضو كانت اضطرت أن هي علشان تصرف على مامتها واخوتها لأن هي كانت أقل في الطبقة الاجتماعية والمادية من نورة وكانت محتاجة فلوس كانت فقيرة اضطرت تضحي بحب عمرها اللي هو كراكستاد علشان تتجوز واحد تاني لمجرد أن هو غني لأن كساعتها كراكستاد كان فقير فمكانش هيقدر يصرف على أهلها فاضطرت تضحي بحبها وتتجوز راجل لمجرد أن هو غني وهي متحبوش بس عشان يصرف على أهلها فده برضو تضحية علشان خاطر أهلها كمان عندي الناني اللي هي أن ماري اللي هي كانت الدادا يعني أو الناني بتاعت ولاد نورة دي برضو ضحت بابنها تقريبا مسبت ابنها علشان تقدر أن هي تشتغل الشغل أن هي تبقى ناني لولاد نورة فلما ضحت بابنها أو بنتها هي كان عندها طفلة أو طفلة فضحت بيهم وثابتهم علشان تقدر تشتغل الشغلانة دي وقالت لها أن أنا محتاجة الشغل ما ينفعش وما اشتغلش ودي شغلانة كويسة وما صدقت لقيت أصلا شغل لأن ما كانش سهل عمل المرأة في الوقت ده يعني كان زي ما قلت لكم المرأة ما مشتغلش إلا وفعلا محتاجة الشغل لكن في العادي كده ما كانش حاجة فيها اسمها أن المرأة تبقى عاملة عادي إلا لو ما عنداش حد يصرف عليه فهي قالت لها أنا ما صدقت لقيت شغل فالطريقة أسيب أسيب ولاد زي أو بنتي أو ابني يعني علشان الوظيفة لما تجوزت نورة جوزها اضطرت أن هي تقبل برضو تحكمه فيها وأن هو عشان بقى جوزها بقى هو السائد والمسيطر على الجوازة كلها لدرجة أن هو بيتحكم حتى في أكلها وفي أدق التفاصيل وده اللي خلاها زي ما قلنا عارفة أنه مش هيقبل أنه يحس أنها ليها فضل عليه يعني هو بما أنه هو المهيمن على العلاقة ما كانش هي كان مراته عارفة أول ما كانت كرمته مش هتسمح له يحس أن مراته أنقذت حياته وليها فضل عليه فعشان كده ده كان حيدايقه فعشان ما رديتش تقوله عن موضوع القارب وخبت أوكي طيب فكرة أن نورة ثابت ولادها ومشي طبعا أولا اللي جوزها عمل وطريقته دي خلتها عرضة للابتزاز من قبل بقى مين اللي هو كروكستاند طيب كمان نورة لما ثابت ولادها في الآخر بصوا أنا الحتة دي ممكن أبقى مختلفة شوية يعني مش قادرة أكون عنها بصراحة رأيي بس المفروض الفطرة لتاعت الأم عند أي واحدة هتشوف أنه ده غلط أنها تسيب ولادها تحت أي زرف من الظروف ولكن النقاط شايفوا أنه هي لما ثابت ولادها في الآخر ده برضو يعتبر نوع من التضحية بالزيت أنها تبقى مع ولادها بسعادتها هي أنها تبقى مع ولادها علشان مصلحتهم أنها شافت أن مصلحتهم يفضلوا مع باباهم في البيت كويس وكده وأن الناني دي هتبقى أم كويسة لهم وكده فاخترت كده علشان ما تبوزهمش ما تتسبب لهمش في أزا فبعدت عنهم علشان هي بتحبهم من كتر حبها ليهم اللي ظهر عندي لما عادت تلعب معاهم أنها بتحبهم فعلا جدا هي النقاط شوفوا أنه ده نوع من التضحية بالزيت أنها تضحي بأنها تبقى مع ولادها عشان هما مصلحتهم أنا أختلف شوية مع النقطة بس هاتشفت كده هنشوف بعد كده الثيمة اللي بعد كده وهو والفاملي اللي هو الالتزامات العائلية والالتزامات على الشخص ناحية بابا ومامته أو أخوته الثيمة ده بتكلم عن نورا وجوزها تورفالد وداكتور رانك الثلاث شخصيات دول عبروا لي في كلامهم في المسرحية عن فكرة أنه الأباء الأب والأم لازم يكونوا أمناء مع ولادهم وصادقين معاهم ما يكذبوش عليهم ما يتسببوا لهمش في أذى بعد كده لأن الفساد أخلاق الأب والأم بيتنقل للأبناء ده اللي الإبسون عايزي يقوله أن الفساد أخلاق الأب والأم بيتنقل للولاد زي كأنه مرض ماشي طيب وده بين كمان عندي في دكتور رانك دكتور رانك دكتور رانك إحنا قلنا أنه هو كان ورث من بابا مرض والمرض ده هيموته طيب ليه المرض ده كان بسبب أن بابا كان واحد منحرف يعني كان علاقاته كتير بالنساء بابا دكتور رانك يعني كان بتاع ستية ثانية وكله شوية مع واحدة وكده فساده الأخلاقي ده الإموراليتي بتاعته خلته أنه هو علاقاته دي تسببته في أنه تنقل له مرض من واحدة من الستات دول فالمرض ده لما تنقل ليه لما جاء بقى تجوز وخلي بدكتور رانك اتنقل لابنه يعني المرض بتاع بابا تنقل له عن طريق أنه ده مرض جاله من أساسا من علاقاته الحرام واللي مش كويسة مع النساء فزي ما يكون هو بيقول أنه المرض اللي جاله وحيموته ده ورسه من فساد أخلاق بابا يعني فساد أخلاق الأب والأم بيتنقل للولاد عن طريق فساد أخلاقهم وكمان ممكن عن طريق مرض زي كده يعني هو حيموت بسبب المرض ده حيموته هو مدوس زنب هو تنقل له بسبب فساد بابا يعني هو يعتبر شايل زنب بابا أو بيدفع ثمن زنوب بابا كمان قال لنورة دكتور رانك قال لنورة أنه غالبا أغلب المجرمين كان لو شفتي أهليهم هتلاقي مامتهم كتكذب كتب بتكذب عليهم في حاجة فده شوههم نفسيا وطلعهم مجرمين قال لها فده معناه برضو أن الأم والأب لما بيبقوا مش صرحة مع الولاد لو هم عندهم فساد أخلاقي ده ممكن بيتنقل للأولاد بيبقوا زيهم أو بيشيلوا الزنب يعني زي ما قلنا دكتور رانكا وملوش الزنب هو مش إنسان وحش ولا حاجة ولكن بيدفع ضريبة الفساد أخلاق بابا أوكي من غير ما يكون له زنبي سوري هو اللي قال لها موضوع اللي قال لنورة على حكاية المجرمين وإن أغلب المجرمين أهليهم بيكذبوا ده جزهة تورفالد عشان كده قال لها أنا مش عايزك تربي ولادي أنت كذبت علي تبقى أنت واحدة كذبة فأنا مش عايزك تربي الولاد فلما قال لها كده رح قيل لها علشان أغلب المجرمين مامتهم كانت كذبة فهم أخدوا ورسوا منها سوق الأخلاق والكده فهو جزهة تورفالد اللي قال لها كده مش دكتور رينج عشان أنا ممكن أقولت الإسم غلط أوكي طيب فيه كمان إبسن في الحت في الثيم ده تكلم على أن كمان الأبناء يعني يقدروا بيبقوا مديونين لأهاليهم وبيبقوا مضطرين أن هم لازم ياخدوا بالهم من أهاليهم ويردوا لهم جميلة لأن هم ربوهم وكده أوكي طيب ده ظهر عندي في إيه نورة لما كان جزهة عين والحوار ده كان باباها برضو عين ولكن هي نورة كانت عارفة أن المفروض أن هي عليها واجب ناحية باباها ولكن هي بإرادتها اختارت تساعد جزهة مش باباها أوكي دي حاجة طيب تانية حاجة ميسيس ليند زي ما قلنا أن هي ضحت برجل اللي بتحبه علشان خاطر تتجوز حد يسرف عليها وعلى أخواتها وعلى مامتها وعشان تقعد مع مامتها العينة وتخدمها وكده نظرا لأن هي ما تقدرش تسيب مامتها وعندها أو التزام ناحيتها إبسن لما ذكر المثالين دول ما قالش رأيه يعني ما حطي ليش فكرة أن هو موافق ولا مش موافق هل دي حاجة حلوة ولا وحشة من وجهة نظره هل نورة كانت صح أن هي مالت ناحية جزها عن باباها ولا ميسيس ليند كانت هي اللي صح أنها مالت ناحية مامتها وثابت حبيبها إبسن ما حطي ليش وجهة نظره هنا أوكي ولكن هو طرح الفكرة بقوة أن فعلا الأبناء بيبقوا حاسين بأنهما مديونين لأهاليهم بالذات مامتهم وباباهم وده بيتسبب في تعقيدات بعد كده في حياتهم أنه الالتزام من ناحية الأم والأب الأبناء بيحسوا ساعات بيتسبب لهم بعد كده في أن حياتهم بتتكعبل وبتتعقل زي ميسيس ليند ناسا بتحبيبها وجوزها ما بتحبوش وحاجات كده بقى زي نورة أن هي في الآخر ضحت بكل دوب في الآخر جوزها برضو طرعا مش حبيبها قوي وكان برضو ما حسبش معا بالسعادة فهو حطيلي إبسن النقطة دي الفكرة الأيدية دي ولكن ما قالش رأيه هو إيه فيها طيب يعني دون نصب على القارئ بقى ولكن هو قال إن الدب يحصل وإن الدب موجود وبيتسبب في complications أو تعقيدات بس ما حكمش بقى طيب هنروح على الثيم اللي بعد كده وهو the unreliability of appearance unreliability of appearance يعني إن المظهر ما ينفعش نعتمد عليه ما ينفعش نصق فيه يعني إيه؟ طيب الثيم ده مهم لإنه بيوريني قد إن الحكم بالمظاهر بيكون خدع طيب أنا عندي فيه تلات شخصيات حكمنا عليهم في الأول كان حاجة ولما مشت أحداث المصرحية لإنهم حاجة تانية هم من نورة وجوزها تورفالد وكراكستاد إحنا في الأول لإنا إن الشخصيات دي عليها إشرة من برق شخصية حاجة والواقع طالي حاجة تانية نورة مثلا في الأول حسين إن هي واحدة كده سيلي كده وعيلة وإني مش نطجة كده تفكيرها عيالي حاجات كده ولكن اكتشفنا بعد كده لما الأحداث ميتشت إنها بالعكس إنها إمرأة قوية وزكية بزداد في الآخر طيب خليني في حكاية الآخر هتكلم عليه بعدين بس ده بالنسبة لنورة طيب بالنسبة لتورفالد بان عندي إن هو الزوج الكويس القوي يعني اللي بيحب الأخلاق وعايز يرفد كراكستاد علشان أخلاقه مش كويسة وكل الكلام ده التضحلي كان هو إنسان آنيني وإن هو جبان خايف من إن حد يبتزه وكلام ده فإن هو ما كانش يعني الشخص القوي اللي هو كان بين في الأول والخير كان خايف من إن كراكستاد يفضحه في الشغل وكلام من ده كمان كراكستاد نفسه في الأول بان إن هو إنسان بيبتزه وبيستغل الموقف وكده وإن هو أخلاقه وحشة في الشغل وكلام ده التضحلينا في الآخر إن هو عنده رحمة وإن هو مش إنسان سيء إن هو بيحبه وإن هو عنده برضو رحمة وطعاطف بدليل إن هو في الآخر رجع لها العقد المزور وخلاص وإن هو خلاص كده ما هي في أمان مش هيبتزها تاني فالشخصيات كلها أو يعني أهم الشخصيات عندي بانت عكس الانطباع اللي احنا خدناه في الأول ده بان إمتى الاختلاف ده بان في الكلايماكس اللي هو زرجة الأحداث اللي في الآخر لما جزها قرى الجواب والكلام ده في آخر المسرحية بان عندي قد إيه إنه زي ما قلنا إن كل شخصية بانت هي بانت إنها امرأة قوية وزكية وقدرة تاخد موقف ومشيت وفهمت يعني الدنيا ومشيت برضو كراكستاد إنه رجع العقد زي ما قلنا فمعنى إنه هو برضو عنده رحمة جزها إنه هو إنسان حزين وجبان وأناني فكل ده بان عندي في الكلايماكس ما كانش واضح في الأول طيب هنلاقي إنه كمان مش بس الشخصيات كان عليها إشرة مختلفة من برا لأ أنا كمان عندي المواقف نفسها المواقف اللي عدت علينا اتفهمت أو اتفسرت تفسير غلط شوية من الشخصيات ومننا يعني إحنا شوية قسقنا تفسير حاجات والشخصيات قسقت تفسير حاجات إزاي؟ هقول إن كان يبدو إن فيه كراهية كده بين ميسيس ليند وكراكستاد في الأول يعني إحنا نكونش تفسير حتى ما هم بيحبوا بعض إحنا فسرنا طريقة كلام وما قال إنه هم مش بيحبوا بعض اكتشفنا لأ بالعكس إنه ما بيحبوا بعض دكتور رانك اللي كان بين إنه صاحبهم ومحيد اكتشفنا إنه بيحب نورا كراكستاد اللي قلنا ده نادل ومش عرف إيه اكتشفنا إنه هو لأ مش سيء قوي كده في الآخر حتى صاحبتها ميسيس ليند نفسها اللي قعدنا نقول إنه هي شكلها طيبة وبتساعدها في الآخر رفضت إنها تساعدها وقالت لكراكستاد لأ أحسن خلي الجواب عشان جوزها يعرف الحقيقة ونخلص أياً كان بقى نيتها إيه شايفة إنه ده صح بالنسبة لنورة أو لأ مهم إنه هي تصرف التصرف ما كانتش برضو إحنا متوقعينه إحنا توقع إنها تساعد ساحبتها ويقات لها كده فعلاً أوكي؟ هنلاقي إن تورفالد طول الوقت كان مهتم بشكل بيته إن شكل بيته يبقى حلو ومنظم وكده في آخر المسرحية كان فيه لخبطة في شكل البيت وفي العطش وفي الحاجات دي فده نقدر نقول إنه هو بيقول إنه رغم إن تورفالد قعد طول الوقت مهتم جداً عنده obsession في إنه هو هوس كده بإنه هو يحفظ على شكله وشكل بيته وشكله الاجتماعي قدام الناس وشايف إنه هو ده المهم ضحى بالسعادة الحقيقية علشان المظاهر كان دايماً يهمه إن منظره قدام زميله في الشغل والموظفين وصحابه ومراته كله يحترمه ويبقوا شايفين إنه هو حاجة باقي عظيمة كده فده كان هو أهم حاجة بالنسبة له علشان كده لما نورة في الآخر قالت له إن أنت يعني جبان وكده فالدايق لما كروجستاد مرة قال له ندره باسمه من غير ما يقوله سير ولا ميستر ولا حاجة الدايق لأنها نوع من اللا أنا عايزكم تحترموني فهوى سوق إنه هو يسيطر على شكل البيت ويتحكم للبيئة رواء المسرحية ليتحكم في تفاصيل شكل العفش والبيت وكده ده خلاق نقدر نقول إيه إنه هو اهتم بدا على حساب إنه سعادة حقيقية وهو ده اللي تسبب إن عيلته تنهار وفكرة الاهتمام بالمظاهر بس وشكله الخارجي بس ده تسبب إن سعادته وعيلته تنهار طيب معلش هما بصوا الثيمز كتير شويتين ما عايز تحملوني يعني يا إيه المسرحية أصلا أحداثها قليلة بس بتحليلها كبير وكيف معلش تحملوني شوية anyway الثيم اللي بعد كده فكرة الجاندر رولز اللي هو الأدوار بتاعت المذكر والمؤنس يعني أوكي الرجل والست في المجتمع طيب حاجة أتكلم في الثيم ده على إنه فكرة إن المجتمع في الوقت ده الأوروبي حط زي قواعد كده معينة للست تمشي عليها وللراجل يمشي عليها للتبكال يعني أوكي للست وللراجل فده ظلم الست وظلم الراجل أوكي ظلم الست من ناحية إيه إن عندي الشخصيات الستات اللي في المسرحية الأساسيين اللي هو نورا وميسيس لينز للتنين كان مطلوب منه المجتمع بيطلب منهم إيه إن هما يتجوزوا ويخلفوا وياخدوا بالهم من جوزهم ومن ولادهم ومن البيت وكلام من ده ما يشتغلوش يعني زي ما قلنا كان حتى عمل المرأة لا المفروض إنه ما تشتغلش جوزها هو ليصرف عليها ميسيس ليند كمان علشان ما كانش عندها أخوات رجالة كبار أو أب فاضطرت إن هي عشان حد يصرف عليها تتجوز زوج مفروض غني يصرف عليها وضحيت بحبها زي ما قلنا والمشكلة إنها كمان خطرت ما كانش عندها وزيرها تتأكد بيها هل جوزها للجوزه ده غني فعلا ولا بيتحك عليها وبعد كده لما نورة سألتها هو كان غني فعلا قلت لها كنت فكرة إنه غني بس زي ما قلنا إنه هو لما ما تنسب لهاش فلوس ولا حاجة وكمان ما خلفتش فكان في الوقت ده الست لما حتى بتشتغل وبيتقال إن هي إيه كأنها راجل يعني الست اللي بتشتغل دي بيعتبر إنها كأنها راجل مسترجلة بقى كأنها راجل فالحتة دي خلت إن الست طبعا حتى ما تقدرش إن هي تاخد كارد من غير موافقة جوزها ما تقدرش تعمل أي حاجة في البزنس من غير ما يبقى فيه راجل يبقى موافق ويمضي معاها وفي آخر المزرحية اكتشفت نورا إنه الفكرة بتاعت الجاندر رولز دي يعني دمرت لها حياتها وقالت لجوزها إن أنت وبابايا السبب في إن انتوا خلتوني إن أنا حياتي ملهاش إيمة ومعملتش حاجة في حياتي غير إن أنا قعدت في البيت بس طبعا إيوه إحنا نتكلم على إبسن على رأي إبسن أوكي مش قراءنا إحنا حاليا نتكلم على رأي إبسن وفي العصر ده وفي المجتمع الأوروبي أنا ما بتكلمش علينا هنا مدى صحة الكلام ده يعني يمكن أنا دايما بقول إن أنا من فكرة عمل المرأة أو لا قلية فيه رأي تاني أنا ما ليش دعوة بقى أنا بقول لكم الكلام اللي إبسن عايز يقول في المسرحية أوكي لإنت فالنها مسرحية وقعية طيب برضو زي ما قلنا إنه هو أزى الفكرة دي بتاعت الجاندرول في المجتمع أزت الست كمان أزت الرجالة وخلتهم يعانوا أزت الرجالة إزاي؟ هنلاقي إن الرجالة اللي عندي في المسرحية كانوا بيعانوا ولكن كانوا بيعانوا بطريقة مدرية عن الستات لإنه كان برضو المجتمع بيمنع الرجل يعبر أو يعان ضعفه أو مشاعره أوكي؟ تورفالد عندي كان طول الوقت آي الشكل يبقى كويس زي ما قلنا عايز يهتم بالمظهر الخارجي بإنه الرجل القوي المتحكم في حياته في كل حاجة حواليه وده منعه من إنه هو يحب مراته بجد لإنه هو أصلا ما كانت شايفها إنسان زيه زيه وكان شايفها مجرد عروسة لعبة أوكي؟ بتسمع كلامه بتربي ولاده وكده فاهمين؟ فما قدرش إنه هو برضو يحبها الحب الفولي اللي المفوض يحبه لزوجته فكرة كمان إنه هو كان عنده الإيجو يعني الميل إيجو أو الغرور أو الآنا يعني الزكورية جواه كانت بتمنعه من إنه هو يحس إنه محتاج لحد أو يطلب المساعدة من حد وخاصة لو الحد ده كان واحدة سيت بدليل إنه هو في الآخر الدايق لما حس إنه نورة ممكن يكون لها فضل عليه أو إنه هي سعادته بطريقة ما في أمكان عيان هي كمان كتعارفة ده ولذلك فضلت إنه هي تكذب عليه وتحتفظ بالسر ده عن إنها تقوله وتجرح كرامته كراجل لإنها كتعارفة إنه مش هيقبل ده لإن المجتمع ما كانش بيقبل ساعتها ده كرامة الرجل أهم حاجة على فكرة إحنا لازال في بعض الناس عندها المعتقدات إن مثلا لو تنين متجوزين ومثلا كان عندهم مشكلة في الإنجاب وكان لعيب في الرجل مش في مراته ساعات كتير الرجل بيقوله مراته لأ قولي للناس إنه لعيب فيك مش فيه فكرة إنه برضو الميل إيجو إنه لأ ما بقاش أنا فيه مشكلة أو عيب قدام الناس يعني لازال في بعض الناس طبعا مش كل الناس المضغطة برضو شوية بقل يعني ولكن في بعض الناس أنا بشوفهم بيفكروا برضو التفكير ده فبسبب الجاندر رولز دي هو نفسه جزهة جافي لآخر حياته كلها تدمرت وحصل الحاجة اللي هو كان خايف منها هو كان خايف على صمعته صح؟ وخايف على منظره اللي حصل إنه فعلا لما امرضته في الآخر ثابته إنه برضو الناس هتقعد تنم عليهم وتتكلم عليهم فهو برضو حصل الحاجة اللي هو خايف منها بس بعد ما كان دمر يعني ومعاها بقى إنه ودمر حياته الزوجية ومقدرش يفهم إن حب مراته أهم من منظره قدام الناس وصمعته في الشغل وكده هو يعني مقدرش يفهم إن حب مراته ده حاجة مهمة يعني في كده حاجة كده وخاص في البيت فاهمين؟ طيب هنتكلم عثيم اللي بعد كده وهو الديسيت ديسيت يعني إن حد يخدع حد فكرة الخداع كانت واضحة برضو عندي طبعا في المسرحية وكان الخداع كأنه الواحد بيجدب وبيلبس ماسك قناع قدام الناس عشان يخبي الحقيقة بتاعته طيب تورفالد كان بيوصف دايما كروكستاد إنه هو سمعت وحشة في الشغل ليه عشان ما كانش كمان بيقبل العقوبات يعني لما كان بيعمل عليه عقوبة ما كانش بيقبلها وكان بيتحيل عليها عن طريق إنه بيكذب بيتحيل على العقوبة حيث إنه هو ما يتعقبش في الشغل يعني ما يتجزيش يعني فالحكاية دي خلت إنه إنه هو لازم يلبس ماسك قدام مراته وولاده كمان يخبي حقيقة شخصيته عشان هو كدب يعني كمان عندنا نورة نورة كانت برضو مضطرة تلبس ماسك مش ماسك بجد يعني تلبس قناع شخصية يعني يعني تبين قدام جوزها إنه هي الزغنونة الرقيقة اللي بتحب اللعب والهزار ومش عارف إيه على الشيء وإن هي مش زكية وكده علشان عارفين تبليا لونج يعني يعني حد يبقى عايزك تعمل حاجة معينة فأنت تعملها بس عشان تردي وتاخد اللي انت عايز ومش عشان انت فعلا كده أوكي فنفس الحكاية إن هي علشان تردي تردي جوزها ويعمل لها اللي هي عايزة فبتعمله اللي هو عايزة هتبقى مجرد دول كده ملهاش مخ عبارة عن طفلة صغيرة بلعب بيها فهي أوكي يعني لبسة القناع بتاعها رح كده إن هي فعلا شخصيتها كده وبقت بتمثل عليه إن هي كده أوكي ورغم إن هي أصلا مش كده تمام وزي ما قلنا اضطرت برضو بعد كده إنها تلبس قناع الكتب في إنها تكذب في موضوع الجواب وإنها لما راحوا الحفلة اللي في الآخر هي برضو كانت حفلة تنكرية فهي لبسة لبس متنكر لبسة لبسة أحدت بنت بتصطاد ورقصت شرفية عشان تشتت انتباه الجوزها عشان ما يراشي الجواب فيعني إبسان عايز يقول إن كل إنسان لما بيبقى عنده عايز يعني يعني عايز يخفي سر أو يخفي يخفي بتاعته يعني يخفي حقيقة شخصيته بيخفيها تحت قناع القناع ده بيلبسه بيوهم النسبة شخصية غير شخصيته الحقيقي وكل ما كان عنده رغبة جامدة إن هو يخبي شخصيته جامد مثلا حد شرير وعايش يا دور طيب أو العكس ده بيخليه من كتر ما بيلبس القناع ده خلاص بيلزق فيه عارفين اللي بيزيكدب الكتبة ويصدقها؟ هي كده إن هو من كتر ما بيلبس قناع قدام الناس بيمثل عليهم يعني إن هو حاجة مش هو مع الوقت إن كتر من التمثيل بيبدأ ساعات يصدق نفسه إن هو فعلا كده اوكي ورغم إن هو أصلا مش كده اوكي طيب بعد كده هروح على الثيم اللي بعد كده وهو ثيم الريبيوتيشن انا عندي نقص تو ثيم زيما هينت نتقلقوش الريبيوتيشن ربيوتيشن يعني السمعة سمعة الإنسان اوكي طيب طبعا الموضوع ده ظهر عندي في كذا نقطة اوكي خلينا ناخد كده إيه حاجة حاجة بالروح قسم بيقول لي إن الإنسان بيشيل سمعة أهله يعني دايماً الناس بتلزق فيه سمعة أهله وذركت كويسة أو وحشة حتى لو الإنسان نفسه كويس يعني إيه ده بن عندي مثلاً في دكتور رانك زي ما قلنا إن دكتور رانك بابا كان رجل بتاع ستاته وعنده علاقات كتير ولدرجة إنه هو اتعدى من واحدة فيه ومجاله مرض ما نقلول لابنه اللي هو رانك وبسببه ابنه ده حيموت بسبب المرض ده رغم إن دكتور رانك كان دكتور وكان له بوزيشن في المجتمع ولكن برضو فضل الناس يبصولوا إنه هو ابن الرجل اللي مش كويس اللي بيعرف ستاته ففضل طول الوقت شايل وصمة بابا حتى إنه هو مش كده هو كان أخلاق قويسة وكان إنسان محترم بس برضو الناس كانت طول الوقت تتكلم عليه إنه هو ابن الرجل اللي كان بيعرف مش عارفة إيه برضو نورا باباها كان معروف وسط الناس إنه هو مصرف جداً بيصرف فلوس كتير بدون حساب عشان كده كانش معاه فلوس قوي فلما نورا يعني كان دايماً جوزها تورفالد بيبصلها لما تشتري أي حاجة أو كده يقعد يقول لها آه ما أنت زي باباكي كلما تقول لها أنا عايزة فلوس أشتري حاجة يقول لها آه ما أنت الموضوع ده في دمك في دمك يعني أنت ورسة من باباكي زي ما هو كان مصرف ومهمل في الصرف أنت طلعة زيه مصرفة حتى لما في الآخر أعرف إن هي استلفت الفلوس عشان تنقذه برضو قاعد يقول لها آه ما برضو ده بسبب أنت باباكي مصرف فأنت ما عندكش مخ في حكاية الفلوس ومش عارف إيه وكده وأن ده تأثير باباكي اللي هو ما بيفكرش مخه على قده وبيصرف بهبل وكلام من ده فإنه كله يعني الاثنين نورة ودكتور رينك اتواصموا بنفس الشيء اللي كان في أباهاتهم فزي ما يكون الصمعة بتبقى وراسة حتى لو أنت حاولت تتحسن من نفسك فبرضو الصمعة وراسية وعلى فكرة الكلام ده حقيقي يعني فعلا آه يعني لو الإنسان مثلا مثلا بابا أو مامته عملوا أي مشكلة ما جريمة ما أو كانوا بيشتغلوا شغلانا مش كويسة المعروفة فوستر مجتمعناها حاجة مش محترمة أو 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 حتى لو هو كان طالع كويس وعايز فعلا أنه يحسن من نفسه وأنه ما يمشيش على خطأ أهله المجتمع مش هيغفر له اللي أهله عمله وبصوا آه الناس المثالية هتقول لأ أو الطفل مال وهو زنبه إيه تاخد بزنب أهله ده حقيقي ماشي ولكن الواقع غير كده الواقع لا مثلا لو طفل مجهول النسب مثلا ومش عارف مامته بابا مين فمعروف أنه مدام مجهول النسب في الغالب بيبقى مامته مثلا عملت علاقة غير شرعية أو كده فبيفضل طول عمره مهما هو إلي في المناصب مهما هو تعلم مهما هو بقى غني هيفضل الناس بصوله أنه هو لقيته أنه هو مجهول النسب وعلى فكرة كتير من المسلسيات والأفلام اتناقش في القضية ده فعلا أو سمعة الأهل بتلحق بالأبناء أوكي طيب وكان موجود في المجتمع الأوروبي في الوقت ده شكابه لكم هما كانوا زينا إلى حد كبير أو يعني كمان ساعات أسوأ مننا بكتير أو مقفولين كمان عننا بكتير في الفترة دي طيب كمان عندي في أول المسرحية تورفالد كان بيلمح أنه اللي بيأثر على الأبناء أكتر هي الأم يعني سمعة الأم هي اللي بتأثر على الأبناء أكتر ولكن طول المسرحية شوفنا لأ أن الأم والأب بالعكس يعني تم ذكر الأب كمان أكتر أوكي فزي ما الأولاد بيورسوا اسم الأب كمان بيورسوا السمعة بتاعته وقبسن ركز على أنه بالذات السمعة السيئة يعني بتلحق بالأبناء مهما حاولوا يبقوا كويسين فده شيء هو كان شايفه شيء سم في المجتمع في الوقت ده أوكي طيب هو سم يعني هو منطقي بركي يعني لأنه جايز الناس هو ظلم أوكي ظلم أن الإنسان يشيل زنب مش زنبه زنب أهله ولكن برضو يعني الشخص اللي مثلا مثلا عايز يتقدم لوحدة وهو في مشكلة في أهله ما يعني فأكيد أهل البنت برضو هيخفوا أن أحفادهم يتوصموا بنفس الوصمة خاصة أن ده المجتمع ماشي كده فاهمين يعني هو ظلم بس في نفس الوقت وواقع ما صعب يتغير أنتوا فاهمين قصدي فهو كان موجود أيامية أوكي طيب هنتكلم على آخر ثيم وهو الماريج أو الزواج طبعا ده من أكبر الثيم زي ده معي المصرحة كلها تكلم على أول مستكدة يعني زي ما قلنا أن إبسن هو أبو الوقعية وفعلا كل اللي أنا قلته ده موجود كان موجود في المجتمع الأوروبي ولازال موجود في مجتمعات كتير منها مجتمعاتنا ومنها مجتمعات تانية بصوا حواليكوا هتشوفوا النماذج ده موجودة بالنسبة للثيم متاع الزواج هنلاقي أنه من الأول خالص ظهر عندي أن نورا وتورفالد جوازتهم جوازة كويسة عايشين كويس بيت كويس عندهم أولاد هي بتربي الولاد وقاعدة في البيت وهو بيشتغل عشان يصرف عليهم والدنيا ماشية فيه الجواز العادي اللي بنشوفه في كل الناس اللي حوالين ولكن بعد شوية بدأنا نلاقي أن نورا بتكذب على جوزها في حاجات كتير من أبسط الأشياء اللي هي أكلت إيه وأن هي بتحب تأكل الماكرونز فما بتقولوش وبتكذب عليه وحاجات كي عشان بيقولها برضو بيهزقها لحد الحاجات الكبيرة اللي زي القرد والتزوير اللي عملته فكان بتكذب حاجات في النص بتضطر تكذب فيها أوكي ولما هو اكتشف بعد كده أنه هي كدب تعليف حاجات ده دمر لهم علاقتهم تماماً الزوجية أوكي لأنه هو كان زي أي زوج تقليدي في المجتمع في الوقت ده شايف أنه لازم من حقه أنه هو يعرف كل حاجة عنها وأنه هو يتحكم في كل حاجة هي بتعملها لدرجة أنه هي لما قالت له أنه أنا بسمع كلامك ده حاجة كويسة مني It's nice يعني مش إلزام علي هو تدايق وما قابلش ده ولا لا هو إلزام عليك أنه أنت تسمعي الكلام وفتعميه كل حاجة أنا عايزها حتى أنه كان يتحكم زي ما قلت لكم في عفش البيت يتحط إزاي مفتاح اللي هو الليتر بوكس اللي هو صندوق البريد بتاعهم المفتاح بتاعه هو اللي يشيله هو اللي عارف شيله فين فتحكم في كل كبيرة وصغيرة وما أدركش أن التحكم الزيادة ده هيبقى له تمن وأن تمنه أن ما يبقاش فيه عدل ولا مساوية بينه وبين مراته وأن فيه يعني إساءة وتقليل منها وأن ده في الآخر أدى إلى أنه ما يبقاش فيه يعني زواج حقيقي بمعنى تفاهم حقيقي بمعنى بورتنرشب حقيقية وشركة حقيقية بينهم كزوج وزوج وده طبعا أدى لانهيار حياتهم الزوجي طيب عكس ده بقى عكس المثل ده في الزوج هنروح على العلاقة التانية علاقة الحب التانية اللي موجودة وهي كراجستاد وميسيس ليند رغم أن جوازتهم كانت فيها مشاكل وكده ولكن في آخر المسرحية نورا لقيت أن جوازتهم دي فيها كل اللي هي كب تحلم به في جوازتها هي هم الاتنين كانوا متفاهمين ما كانوش بيخبوا على بعض حاجة اللي هو ميسيس ليند وكراجستاد كانوا بيصرحوا بعد بكل حاجة منهم أسرار ما بيخبوش على بعض حاجة حتى عيوبهم حتى الأخطاءهم كانوا بيصرحوا بعد بيها فده كان بيديهم نوع من المساواة ورغم أن هي كب تشتغل يعني اللي هي ميسيس ليند نزلت تشتغل وده كان زي ما قلنا غريب على المرأة في المجتمع ده أنها تشتغل رغم أنها متجوزة ولكن ده خليها من نوجة نظر إبسن يعني إدها حتة حرية أنها فيه جزء من اليوم بتقضي برا البيت لنفسها فده شوية بيحسسها أن هي كيان مستقل وأن هما الاتنين كانوا بيساعدوا بعض ومعترفين أن هما الاتنين بني أدمين الاتنين human beings بيتعاملوا مع بعض مش هو بيتعامل مع دال عروسة لا هما الاتنين كل واحد فيهم إنسان له أفكار ولو عقله ولو مشاعر واعترفهم بده خليهم أن هما الاتنين يبقوا زي ما قلنا يعني مع بعض ويبقوا دايما يكملوا مع بعض ويساعدوا بعض ويساعدوا بعض أن هما يبقوا أحسن يساعدوا بعض أن هما يحسنوا من نفسهم ومن حياتهم فده بالنسبة للثيم ده خلونا نروح على الموتفز اللي هي لو فيه رموز اتكررت عندي في المسرحية أنا عندي حاجتين رمزين نقدر نقول أنه هما كانوا متكررين أو تذكروا كذا مرة وأولهم هو نورة's definition of freedom تعريف نورة للحرية أوكي هي تكلمت عن الحرية وعرفتها لنا والموضى ده تكرر طيب تعالوا نشوف كده قالت إيه طيب في أول المسرحية لقينا أنه نورة تعرفها للحرية يعني عرفنا على مر الأحداث وخاصة في أكت وان أنه هي شايفة أن الحرية بالنسبة لها أن هي تقدر تسدد الدين اللي عليها بكروكستاند وخلاص وتبطل الشغل اللي في السر وتتفرق بقى إيه لبيتها والأسرتها شايفة أنه ده بالنسبة لها كان الحرية مع تغير الأحداث بس لقينا أنه في النص يعني طبعا هو ده كانت لها مؤمنة بيه من قبل المسرحية لأنها كانت بتحكي لصاحبتها أنا أوريدي كانت بتشتغل ماشي مع مرور الوقت لقينا أن هي شايفة أنه تغير مفهومها للحرية لما بدأ كروكستاند يبتزها بدأت تتساءل عن هل هي سعيدة أصلا في جوزتها مع جوزها ولا لا فبدأ ده شوية إيه خليها تفكر في الموضوع ده في الآخر خالص وصلت لحتة طبعا علشان هو دايما بيديها أوامر وكده زي ما قولنا في الآخر وصلت لأنها تغير مفهومها عن الحرية تماما ما بقاش بقى أن هي المفهوم القديم لا مفهومها عن الحرية تغير أن هي تسيب عيلتها وتسيب التزامها ناحية عيلتها وأسرتها وتبعد لوحدها وتحاول بقى يتحقق طموحها بقى لوحدها وتدور على هويتها لوحدها طبعا أنا ضد ده عشان بس نبقى متفقين أن أكيد المرأة ربنا يعني أول حاجة وأهم رول في حياتها البيت والأولاد والزوج وأن دي وظيفتها الأساسية في الحياة وأن هي تربي الأولاد تربية صالحة ده شيء ما يقللش منها مش لازم الزيت تشتغل بره البيت يعني ما هي لما تربي أولادها تربية صالحة ده في حد ذاته كويس يعني ده في حد ذاته كده هي هتعمل مواطنين صالحين كمان لو هي قدرت تشتغل بس شغلها ما يأثرش طبعا على حياتها الأسرية وعلى تربية أولادها ووجوزها ولكن يعني تحقق ذاتها بس من غير ما ده يأثر على وظيفتها الأساسية كزوجة وأم ده اللي أنا عرفه وده الطبيعي بتاع البني أدني فكرة بقى أن هي تسيب أهلها وتسيب أسرتها وعيالها وجوز عشان هي تروح بقى تشتغل وتحقق نفسها وذاتها والكلام ده أنا شخصيا ما اتفقش معي أنا ضد فكرة أن الجوزة بيفرد عليها أوامر ونواهي ويكتفها بالشكل ده أكيد أنا ضد ده ولكن برضو ده مش معنى أنها تسيب أولادها وبتروح هي تحقق ذاتها لوحدها برضو ده ما فهم غلط أوكي خلي بالكوا أن في المجتمع من كتر الكابتل اللي كان موجود للست بدأ من أيام اللي هو المودرن بقى اللي هو الأدب الحديث يظهر زي ما قلتلكم دايما حتة أنه لقى المرأة تحقق ذاتها وتشتغل وتطنش التزامات اللي عليها والكلام ده لحد ما دلوقتي وصل الموضوع بقى مع أخي اللخباط أوكي؟ فأنا بقولك وجه النظر إبسن ولكن أنا اضطريت تتدخل في الحتة دي لأن دي ما فهم غلط ما ينفعش الست تسيب التزامات أن ربنا ما خلقش الست عشان تروح تشتغل وتحقق ذاتها بره البيت ومالمين لها رب العيال يعني أكيد يعني ربنا قسم المهام على الرجل والمرأة بالتساوي على فكرة شغله بره البيت لا يقل يعني ما يزدش همية عن شغلها جوه البيت شغلها في تربيت أولادها ما يقلش عن شغله بره البيت إما كانش أحسن يعني إذا كان هو بيجيب لهم فلوس عشان أسرته بس هي بتربي جيل هيأثر في البشرية كلها فدي حاجة والله يقدر تحقق ذاتها وتشتغل إلى جانب ده هي حبة ده لكن مش ده اللي هيحقق لها تنحها أو هويتها أو كده كمرأة لا طبعا بس ما يعملهاش كدل يعني برضو ما يعملهاش إن هي مجرد واحدة شكلها حلوة أعداله في البيت وخلاص لا برضو لازم يحترم عقليتها ويبقى عارف إنه تعمل مع بني أدمى فهي هو معها في حاجات إبسن بس في نقطة أنا مش متفقة فيها وهي إن هي تسيب إن هو الحرية اللي بجد إن هي تدور على هويتها بقى وتموحها وتقطع علاقتها بأسرتها أنا ده تدده لكن فكرة إن هي يبقى فيه مساواة برضو وإن هو يرأيها ويحبها ده أوكي طبعا أكيد متفقين علي دايما يا جماعة الكاتب ما تاخدوش أفكاره كلها على بعضها تقبلوها أو ترفضوها كده باكتج واحدة لا ممكن يكون عنده أفكار صح وعنده أفكار غلط فإحنا ناخد اللي ينفعنا ونحس إن هو نقتنع بأنه صح ونسيب اللي ما ينفعناه إش إن هو بني أدم في الآخر مخه ده أكيد فيه صح وغلط لكن مش كل حاجة بيقولها صح وبرضو مش كل حاجة بيقولها غلط إلا لو كان بقى مثلا بكلم بشوف رواية أو مصرحية لحد ملحد مثلا أوكي أو طبعا ده يبقى هابل ومليش دعوة بكلامه كله لكن لو منقش قضية اجتماعية هتلاقوا فيها الوارد الصح وفيها وارد غلط طيب هنروح على الموتف اللي بعد كده هو اللاترز أو الجوابات طبعا اتذكر موضوع الجوابات ده أكتر من مرة عندي في المصرحية طب هل ده له رمزة أو له حاجة ولا لأ طيب الجوابات لعبة دور كبير في المصرحية أهم طبعا جوابين كانوا بتوع كراكستاد اللي بعثهم لجوز نورا طيب الجوابات بتمثل يا جماعة الحقيقة وكشف الحقيق طيب الجواب الأوليني اللي هو كان فيه أنه أنه كراكستاد بيقول لجوزها على اللي هي عملته والجريمة اللي عملته والتزوير وكده ده كان فيه تهديد لحياتها ده الحقيقة أو نقدر نقول أنه ده ماضيها يعني الجلتي اللي هي عملته والماضي اللي فيه زنب يعني زنبها اللي هي عملته في الماضي فكشف الحقيقة دي الجواب الثاني كان بيه حررها من التزامها ناحية جوزها لأنه حررها من حتة أنا ما بقتش مديونة لحد ما هو خلاص رجع لها الحاجات اللي الدينها فما بقتش مديونة لحد فده حررها من التزامها ناحية جوزها وإحساسها بأنه هي مربوطة بيه كمان عندي بعد كده حاول جوزها أنه هو وهي أنه هو يرجع معها خلاص يعيشوا حياتهم الزوجية عادي لكن هي ويرجع تاني لحتة الدينايل دينايل اللي لو أنا قلتها قبل كده يعني الرفض أنه أنا أبقى الإنكار يعني ما أنا أظهر أنكر الحقيقة أبقى مش عايزة أشوفها يعني شايفها بس بعمل نفسي مش شايفها أنه هو عايز يرجع تاني يمثل هو وهي أنه هما أزواق سعادية لكن كانت ساعتها نورة أدركت أنه لا أنه أنا مش هرجع أن الجواب ده مش بس كشف حقيقة الزنب اللي هي عملته لا كمان هو كشف حقيقة جوازها أن هي عايشين هي وجوزها في إنكار لأنه هما مش سعدة وأن جوازهم ده مش جوازة سعيدة وأنه هما طول الوقت بيمثل أنهما سعد وهم السعدة طيب كمان عندي دكتور رانك قبل ما يموت ساب اتنين من الكروت بتاعته الكارت بتاع الشخص عليهم علامة أكس بالأسود وحطها لجوز نورة برضو مع صندوق البريد فهو لما جوز نورة شافهم قال لها فقالت له بقى أنه هو هيموت وكده ليه عمل كده وما قال لهش وجها لوجه لأن دكتور رانك كان عارف أنه ترافول تورفالد اللي هو وجوز نورة كان عارف أنه ما بيحبش وجه الحقيق وما بيحبش وجه الحاجات القليمة فقال بدل ما قوله ودايقه فهو هبعت له الكارت بتاعي عليه علامة أكس بالأسود فده زي ما هو بيقوله أنه هو هيموت كمان ميسيز ليند كانت بعثت برضو نوت كده مكتوبة لكروكستاد علشان يتقابله ويتناقشه في موضوع نورة وكان الجواب ده هو اللي نقدر نقول أو النوت دي هي اللي بدأت لهم حياتهم الزوجية وأنهما رجعوا لبعض تاني وكده وبينت لهم الحقيقة أنهما الاتنين هي قلتوا نسبتك ليه ولا أنه لسه بيحبها وتجمعوا كمان ظهر عندي جواب اللي هو جواب الرفض اللي بعته تورفالد لكروكستاد في الأول ففكرة الجوابات ظهرت عندي كذا مرة وكانت زي ما قلنا تعتبر رمز للتروث الحقائق أو الحقيقة طيب السيمبلز الرموز عندي رمزين كان عندي احنا قلنا أن الأحداث بتدور في ليلة الكريسمس ويوم الكريسمس واليوم اللي بعده كان عندي كريسمس تري شجرة كريسمس كانت موجودة في البيت يعني طبعا الكريسمس تري يا جماعة شجرة الكريسمس بتبقى رمز الاحتفال والديكورات والحاجات زيانية بتبقى ديكوريشن فهي كانت رمز الايه؟ شجرة الكريسمس يا جماعة رمز زي دور نورة في البيت إن نورة في البيت تعتبر زي حتة الأساس كده حتة العفش حتة الدكور مجرد زينة مجرد حاجة شكلها حلو يتبهى بيها قدام صحابه يتبهى بيها قدام الناس إنه متجاوز واحدة حلوة وكده ولكن ملهاش أي لازمة تانية غير إن هي مجرد حاجة حلوة في البيت زيها زي العفش وزي الديكور بتاع الشق أو بتاع البيت طب عرفنا منين إن ده رمز لإن إبسن في النص عملي زي باراليليزم يعني زي توازي أو مقارنة موازية يعني ما بين نورة وما بين شجرة الكريسمس بانت عندي في أشهر نقطتين أولا إن كانت الشجرة موجودة بس لسه مش محط لهاش الزينة بقى والديكورات بتاعتها وكده فنورة قالت للناني بتاعت الأولاد قالت لهم قالت لها متخليش الولاد يشوفوا الشجرة غير بعد ما تتزين أوكي بعد ما نزينها يا ما تخليهمش يشوفوها غير إيه لما نحط لها الديكوريشنس تاعتها الأول ماشي كمان نورة قالت لجوزها إن هي مش عايزة حد يشوفها بالفستاني السواريل اللي هتعمل بيه العرض في الحفلة غير بعق غير في الحفلة ما يشوفوهاش قبل الحفلة فزي ما يكون إن هي زي الشجرة شايفين التوازي ما يشوفوش الشجرة من غير زينة هي محدش يشوفها من غير ما يوم الحفلة وهي بقى لبسة ومتشيك فده أول باراليل عندي في الموضوع عندي بعد كده في الآخر أو مش في الآخر يعني هو في بداية الفصل التاني كانت نورة بقى نفسيتها تعبانة من إن هو بيبتزها وتعمل إيه وكلام ده فالتعب النفسي بتاعها إن عكس على إن لقينا إن الشجرة الديكوريشن بتاعها مش متهندم الديكورات بتاع شجرة الكريسمس متبهدلة كده ومش معمولة شكلها حيل ولا متحسوها كده من لخبطة أوكي فده رمز لحالتها النفسية إن هي كانت حالتها النفسية مش حلوة فهي بالضبط كده الكريسمس تري ده السيمبل لنوريس بوزيشن إن دا هاوس أو هاوسهولد يعني هي شبه الشجرة كده في البيت مجرد حت ديكور انتيكة كده في البيت وخلاص فدي أول حيل تاني سيمبل أو تاني رمز عندي هو النيو ييرز داي أو يوم راس السنة يوم راس السنة ده رمز الايه؟ المسرحية يا جماعة بتدور في وقت الكريسمس وراس السنة وطبعون تواعرفين الكريسمس على الأجانب يبقى يوم 25 ديسمبر وطبعا راس السنة بقى يوم 1-30 أو يعني الليلة راس السنة وطبعا راس السنة هو 1 يناير فقا يعني تقريبا في أسبوع أو حاجة كده طيب المفروض انه كاتنورة وجوزها أوكي تورفالد كانوا عندهم يعني يتطلعوا بقى لرس السنة والسنة الجديدة لان في الوقت ده في السنة الجديدة يعني لما تبدأ السنة الجديدة تورفالد حيترقى وهياخد بقى شغل أحسن بمرتب أحسن وكده فكان هو متحمس طبعا للمنصب الجديد وهي كما يعني يجيب لهم فلوس أكتر وكده وهي طبعا فلوسه كمان position تعافين هو اتفعنا ان هو يهم قوي منظره قدام الناس كمان هي كانت متحمسة لانه على لما تيجي السنة الجديدة يعني في السنة الجديدة تكون هي قدرت تسدد الفلوس اللي عليها وتتحرر من القيد بتاع الدين يعني ده والقرد ده ولكن في نهاية المصرحية اكتشفنا ان هو فعلا فيه بداية جديدة يعني راس السنة فعلا كانت تمثل بداية جديدة بس تبداية لكل واحد لوحده ان هما سابوا بعض وكل واحد بقى مع نفسه حياتهم اتقلبت بمعنى اصحة وانه كل واحد لازم يواجه التغيير الجذري اللي هيحصل في حياته تغيير totally يعني مش تغيير بقى منصب ولا كلا ان هما اصلا ممكن كل واحد خلاص يسيبوا بعض وكل واحد يبقى مع نفسه فتغيير كامل للحياة فنقدر نقول انه يوم راس السنة زي رمز كده للبداية الحقيقية الجديدة اللي كل واحد فيهم هيعيشها في الفترة الجاية وذر بداية جديدة لحياتهم وكمان لشخصيتهم لانه كمان شخصيتهم اتغيرت وبدأوا يواجهوا نفسهم بشخصيتهم الحقيقية بعد طبعا الحوارات اللي حصلت اخر نقطة هتكلم عليها ومش هرغي بقى اكتر نكاشن فيديو ما تلاحظش قوي طبعا فيه كلام بقى عن الجانر والتون والفورشادوينج فورشادوينج يعني حاجة بتحصل في الماضي بتتنبأ بحاجة هتحصل في المستقبل موجود هسيب لكم اللينكات تحت شوفوها بقى اللي بيدرس هيقراب التفصيل اللي ما بيدرسش مش فرقة معايا اللي انا قلته ده اكتر من كفاية لكن اللي بيدرسها وحابب بيعرف الكلام ده هسيب لكم اللينكات تحت في الديسكريبشن على فكرة اللي مش عارف يفتح الديسكريبشن هتلاقوا فيه فيديو ع القناة بيشرح ازاي نفتح صندوق الوصف يشوفوه هتلاقوا موجود على الجانر وبعدين يا جماعة معلش اي حد عايز رواية او مساحية معينة دوروا فقلبوا في القناة هتلاقوا فيه حاجات كتير احنا عاملينها قريدي وفيه حاجات لسه طبعا مشغالين عليها بس قلبوا فيها لان ممكن تلاقوا اللي انتو عايزون موجود اصلا ع القناة already يعني مش تاخدوا الفيديو خلاص دوروا كده خدوا لفتة كده في القناة لان ممكن يكونوا انتو هتطلبوا حاجة already موجودة فحتلاقوا فيه حاجات احنا عاملينها كتير وليسه طبعا قدامنا المشور طويل طيب اخر نقطة كان معي وهي الpoint of view او وجهة النظر بتاعة المسرحية الpoint of view عندي ابسن اتبع حتة الobjective third person point of view يعني وجهة نظر محايدة من برا الشخصيات مش وجهة نظر شخصية معينة من الشخصيات اوكي عمتا عن الشخصيات وساب المشاهد هو اللي يحكم طبعا مشاهد او القاري هو اللي يحكم بموضوعية على اخلاق الشخصيات وعلى اتباعهم وعلى كده محطلناش هو وجهة نظر معينة لشخصية معينة يمكن يكون اكتر شخصية يعني اتعاطفنا معاها وشوفنا وجهة نظرها الى حد ما طبعا هي نورال ان هي البطلة اغلب الحوار كان عنها وعن حياتها اوكي فاحنا تحطينا كمشاهد او قرق في حياتها عندي كمان اوكي كان فيه عندي dramatic irony dramatic irony يعني ان يبقى المشاهد عارف حاجة الشخصيات مش عارفاها عارفين لما يكون بتفرجوا على فيلم وتبقى انتوا عارفين ان مثلا ان هو ده رئيس العصابة بس بقيت الشخصيات مش عارفا هو ده dramatic irony ان المشاهد يبقى عارف حاجة الابطال مش عارفينها اوكي فطول الوقت احنا متحمسين نعرف هيحصل ايه بنف ايه بنف نورة لما كان كل الشخصيات ما تعرفش حاجة عن موضوع القرد اللي هي خدته وكده ولكن احنا كمشاهد او قرق كنا عارفين فاحنا عارفين حاجة عن نورة محدش يعرفها عنها من الشخصيات لسه اوكي بالذات اللي هو ان هي مستلفة يعني او بمساعدة كروكستاد فبالزبط فهو ابسن خلى ان المشاهد يبقى جزء من وجهة النظر اللي موجودة هو اللي يحكم على الشخصيات واخلاقهم وصفاتهم وطبعهم وكده واحنا كمان نبقى يعني كمشاهد او كده نبقى عندنا حالة ترقب للنمو الشخصية وتغيير شخصية نورة اللي هيحصل على مدار الاحداث لما الشخصيات التانية تعرف الحقيقة يعني احنا كنا متأهبين هيحصل لها ايه او ايه التغيير اللي يحصل في حياتها لما جوزها وبقيت الشخصيات يعرفوا التزوير اللي هي عملته اوكي فيعني دخل المشاهد معاه في الموضوع وده لان احنا زي ما قلنا ان هو بيتكلم عن المدرسة الوقائية والمودرن تياتر او المصرح الحديث دي حاجة جمع من خصائص برضو المدرسة دي او المصرح الحديث ان هما بيحبوا يدخلوا المشاهد في الموضوع اوكي طبعا المودرن تياتر او المصرح الحديث ده مدارس اوكي فيه المدرسة الرياليزم الوقعية فيه مدارس بقى تانية كتير اوكي فابسن يمثل المدرسة الوقعية طبعا هيعد علينا مصرحيات بتمثل المدرسة التانية وهتكلم عنها نفس مدرسة ابسن الوقعية دي انا هتكلم عنها في فيديو الواحده لاني انا قدام زي ما قلنا هتكلم عن المدارس الادبية وذر المدارس الادبية في المصرح او في الرواية هنتكلم عن المدارس الأدبية الحديثة والقديمة اللي عدت علينا لأن فيها مدارس مهمة وخصائص مهمة أنا نتكلم عنها طبعا باختصار وأهم يعني الكتاب بتوها كل مدرسة أو كده بس تاني هقول الكلام ده أنا مأجلة شوية لما أخلص الروايات والمصرحات المطلوبة اللي الناس بتدرسها أكيد والمشهورة يعني الحاجات اللي هي العلامات اللي هي ما ينفعش متبقاش عقنية قاملة بس الحتة دي شوية وبعدين هبدأ أدخل في موضوع المدارس الأدبية ونظريات علم النفس والاجتماع والشخصيات والحاجات دي كلها أوكي والثقافات طبعا الثقافات التانية يعني الحاجات دي أوكي وبس كده ده كان يعني مختصر اللي قدرت أختصره ما حدش يقول لي أن الفيديو طويل عارفة أنه طويل بس ما ينفعش أن إبسن حكته فيها رغي كتير لأن مدرسة وقعية مدرسة وقعية تحليلها بيبقى أكتر كتير يعني أنتم شوفوا الملخص هتلاقوه ما يجيش نص الفيديو ده أعتقد لأنه فيه فيه ايدياس وحاجات كتير بس كان مهم من أنه إحنا خلصنا وهتلاقوه اللينكات تحت في الدسكريبشن للتفاصيل وبس ولو أعجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والكومنت والشير والسابسكرايب ونفع على الجرس وتابقوني على الانستجرام وشوفكم إن شاء الله على خير في الفيديو الجاي باي باي